أكمل بقى حضراتكو زي ما تكلمنا في بداية الحلقة عن سؤال السوشيال ميديا خلينا كمان نتكلم النهاردة لأنه عندنا مباراة منتخب طبعا مصر وليبيريا هتكون ساعة 8 ساعة 8 بالضبط على أستاذ بورج العرب بالأسكندرية وخلينا أقول لحضراتكو طبعا زي ما احنا متابعين المنتخب كان نجح في تحيق فوس كبير جدا على النيجر كان بثلاثية كان دون رد في المباراة طبعا الودية اللي كانت يوم الجمعة اللي فات على أستاذ برضو الأسكندرية وفي إطار هنا منتكلم الاستعداد برضو ليه يعني نافل تصفيات الإفريقية بقى المؤهلة لبطولة كاس الأمم الإفريقية اللي عام هنا عشرين ثلاثة وعشرين سجل ثلاثية المنتخب طبعا كل من محمد صلاح تحديدا كده بقى هقول لحضراتكو برضو في الدقيقة كانت الديئة 42 بعد كده مصطفى محمد اللي كان برضو جول أكثر من رائع بصراحة في ديئة 55 وبعد كده صلاحة الثلاثية من ضربة جزاء في ديئة 67 سوفر نقدر نقول كلام محترم سوفر نقدر نقول أداء كويس أعتقد أن النهاردة كريم محمد صلاح مش هيكون موجود طبعا نقلنا الخبر ده مبارح وبرضو فكرة أن فيتوريا محتاج أنه يريح وبرضو هي مباراة مش الأصعب إحنا محتاجينه في المباراة القادمة فده صفر الجديد فنتمنى إن شاء الله يكون فيه أداء حلو لأنه برضو خلي بالك من حاجة دي مباراة مباراة والدية أوكي يعني مش فارقة خالص لكن طالما هي مش فارقة مش فارقة بقى معي يعني طالما هي مش فارقة أنا بقى من الناس اللي بقى أخذ الفكر ده مش فارقة معي السكور على قد مفارقة معي الأداء طالما هي مش هتفرق في النتيجة فعايزين يشوف إن شاء الله كورة حلوة ونبتدي نفهم بقى فيتوريا على الملعب فكره والتاكتكس بتاعته يعني الكامستري ما بينه والتفاهم ما بينه ما بين لعيبة وما بينهم ما بين بعض ده أكيد هيفرق بشكل كبير جدا